من ضمن الاسئلة هل لازم علشان اشتغل في الكول سنتر الالمانيا يكون عندي ساكن في القاهرة انا مش بحب القاهرة ممكن اه الجيزة لو حضرتك مش بتحب الجيزة برضك القاهرة والجيزة بيبقى الفرص في المحافظات كبداية الكول سنتر بتبقى عادة قليلة ليه لانه عادة الكول سنتر لو هتشتغل من البيت خاصة لي اللغات دايما بيربطك بيقولك بسنة او سنة ونص وبعد كده ممكن يبقى فيه الابشن بتاع انك تشتغل من البيت فساعتها من المحافظات اوائل اخره لكن عادة الفرص في العمل في القاهرة والجيزة اغلى واعلى وحاجات كتيرة جدا فنصحتي لو انت باقي على هذا الموضوع ممكن يعني تشتغل كول سنتر وتحاول بعدها انك تقنعهم او بموضوع انك تشتغل من البيت وتشتغل مع اثبات سرعة انت وحاجات كتيرة لكن في بداية لو انت مش بتحب القاهرة في الجيزة في اماكن في او في حاجات تقدر انك تعيش فيها هادية نوعا ما تقدر انك تعيش فيها ولكن لا مفر من هذا الموضوع للأسف عشان تجد فرصة عمل جيدة بمرتب كبير كتير بتبقى حيران وبتواجهك اسئلة حابب تعرف اجابات ليها تقدر تتواصل معي وتعملك تقييم استشاري شامل خاص بيك لمزيد من التفاصيل تواصل معي عبر الصفحة رسمية على الفيسبوك صفحة اشتركوا في القناة